فنحن فيض من رحمة الله ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى لم استطعنا أن نعيش لذلك جعل الله عز وجل الرحمة عنواناً له عندما وصف نفسه بالرحمة وجعل الرحمة عنواناً لشريعته عندما ابتدأ كل سور القرآن بالرحمة وجعل الرحمة عنواناً لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن جميل يا أخوانا الكرام ما يذكره المفسرون حتى هيك الإنسان يستحضر عندما يقف الصلاة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني عندما يستحضر الإنسان معنى الرحمة فعلاً يا أخوة الكرام هذه الكلمة تؤثر في الإنسان قال رب العالمين عندما ذكر في القرآن نحن في عندنا وصف ذات وصف فعل قال لما الله سبحانه وتعالى ذكر الرحمة جعلها وصفاً لذاته ولما ذكر العذاب جعله وصفاً لفعله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم الأصل ماذا يقول وأني أنا المعذب المؤلم صح؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأني أنا المعذب المؤلم قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فجعل المولى الرحمة صفة ذات وجعل المولى العذاب صفة فعل ونحن عندنا في العقيدة الله لا يتصف بأفعاله يعني الله لا يتصف بالعذاب فالعذاب لا يقوم به يقوم بغيره أما الرحمة فهي تقوم بالله سبحانه وتعالى من أوصاف الله سبحانه وتعالى إذن اختيرت كلمة الرحمن الرحيم من أجل أن تدل على أن الرحمة شعار الله وشعار شرعه وشعار نبيه صلى الله عليه وسلم أصلاً سؤال نحن يا أخوانا الكرام وركزولي على هذا المثال هذا أنت عندما تمشي تجد شخصاً يقف على قارعة الطريق يده مقطوعة أو رجل عاجز فتشعر بشكل تلقائي أنك مددت يدك على جيبك وأعطيت هذا الإنسان الفقير صح؟ اسأل نفسك سؤالاً لماذا الإنسان يعطي الصدقة؟ في عندي عدة احتمالات رحمة بالفقير هل لك غرض ودافع أو لا؟ لك غرض أنا أعطيته رحمة به أو أعطيته رحمة بي أنا لا أتحمل أن أرى شخصاً يعني مبتلاً ضعيفاً ولا أتصدق عليه وأنا ذكرت أن هذا الرحمة بالنسبة لنا وصف وصف ضعف في الإنسان لأن الإنسان عندما يتصدق لا يرحم الفقير يرحم نفسه لا يوجد إنسان على وجه الكرة الأرضية يتصدق بدون دوافع الدافع إما الجنة إما وجه الله إما الرحمة بالفقير إما الرحمة بالمتصدق إما الرياء والسمعة أما لو سألت شخصاً أنت لماذا تصدقت قال لك ولا لأي شيء موجود هذا الكلام مستحيل لا بد له من دافع طيب رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يرحمنا لماذا يرحمنا ليش؟ قال يرحمنا لا لشيء لأنه رحيم يرحمنا لنعبده الله يستغني عن عبادتنا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء طيب يا رب لماذا ترحمنا؟ من أجل مصلحة الله لا يستفيد من خلقه خوفاً من الضرر الله لا يتضرر من خلقه طيب لماذا؟ هل تقصد شيئاً؟ الله يرحم لأنه رحيم لأنه نبع الرحمة ومن هنا لا يمكن أن نفهم الرحمة ما لم نفهم أن الرحمة في الخلق ضعف للإنسان فيها حاجة أما الرحمة في الله سبحانه وتعالى مصدر قوة ليس لله سبحانه وتعالى فيها حاجة لماذا بعث الله الرسل؟ رحمة بنا لماذا بعث الله أنزل الكتب؟ رحمة بنا فشرعه طيب ما فيه إلو بعث الله منزه عن البوعث ما إلو حاجة الله منزه عن الحاجات أنا أرحم لحاجة وأعطي لحاجة وأمنع لحاجة أما الله سبحانه وتعالى يرحم لأنه رحيم يعطي لأنه رحيم يمنع لأنه رحيم فلما كانت معاني الرحمة متجلية في كل ذلك كان الله سبحانه وتعالى متصفا بالرحمة هو وشرعه وكتبه ونبيه صلى الله عليه وسلم